السيد الرئيس في حديثه في يوم 26 إبريل قال بشكل واضح أن موضوع هذا الحوار هو حريص عليه شخصيا وأن الأولويات كانت مؤجلة في هذا الموضوع وتأجيل الأولويات أتى في سياق حديث الرئيسي فيما سبق من جمل ومن عبارات بأنه كان هناك تصور لدى الدولة المصرية بأن تبنى الدولة وأركانها من قبل أن تبدأ مراحل أخرى قد يختلف البعض مع هذا التقدير أو يتفق ولكننا اليوم الآن في الحوار الوطني ها قد بدأ الحوار الوطني وها هو الحوار الوطني الذي كما ذكرت منذ قليل لن يستبعد منه أحد إلا من قاتل أو حرض أو شارك وهذا الأمر لا أظن أن هناك خلاف عليه كبير أو صغير الأمر الثاني أن هذا الحوار هو حوار للجميع والجميع هنا ليس معنى أن يخرج الحوار ويتحول إلى تبادل للكلمات وتبادل للخيالات الجميع هنا تعني أن هناك مصلحة لكل فئات وطوائف الشعب المصري وبالقطع في قلبها الفئات والقوى السياسية التي قال الرئيس بنص حديثه أنه يدعو لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الرهنة وبين القوى وكافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية وبالتالي القوى السياسية والحزبية والنقابية جزء رئيسي في هذا الشعب لكنها ليست كل هذا الشعب هذا الشعب ليس منقسما بين من هم مع ومن هم ضد هناك أغلبية كبيرة لا هي مع ولا هي ضد ونحن نسميها بأسماء كثيرة ومصطلحات عديدة سواء في كتاباتنا أو في أبحاثنا وبالتالي كل هؤلاء مدعوون وقد لاحظنا ويتحدث عن هذا السيد رئيس الأمانة الفنية عن الأرقام التي أتته أن هناك إقبالا كبيرا وهائلا من فئات كثيرة من الشعب المصري هذه الفئات لا حقها في أن تتواجد في هذا الحوار على أن يمارس هذا الحق وهذا ما وضعناه كقاعدة عبر أفكار أو مقترحات هذا الحوار هو حوار حول أولويات العمل الوطني كما دعا السيد الرئيس وهذه الأولويات لا بد أن ينتج عنها مخرجات سواء في صورة تشريعية بمعنى مقترحات تشريعية أو تنفيذية ترفع كما قال السيد الرئيس إليه في المراحل النهائية لاتخاذ قرار فيها اشتركوا في القناة